السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد ايه لايك لو اقولك النهاردة على طريقة سهلة جدا و بسيطة ده قدري تحضري بيها بسكوت السادة لوها زي الميري والاولكر ابسط طريقة وهيديكي نفس التستبتعهم طبعيني للنهاية اسكري اللي وصل على رسالة اليودة للصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي في المقادير نص كوبية من السكر البودرة عليها نص كوبية من الزيت قلي بيهم مع بعض كويس بعد كده هنحط معلقة صغيرة من البكينج بودر ونص كوبية من الحليب اللي بيهم مكونات مع بعضها كويس وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من العسل الابيض اي نوع عسل ما فيش مشكلة بعد كده هنضيف نص كوبية من النشا وطبعا الوصفة ما فيهاش بيض وما فيهاش سمنة ولا زبدة ولا اي مواد مكلفة بعد ما حطيت نص كوبية النشا هنقلب مع بعضه وبعدين هنبتدي نضيف قدق شوية بشوية لغاية ما تتجمع عندنا المكونات ونشوف هنحتاج قدق دقيق حطيت اول كوبية وبعدين مزجتها كويس جدا جدا وحيس ان السكر لو كان لسه مدبش او النشا مدبتش اكون متأكدة 100% انها دابت قبل ما بتدي اكمل كمية الدقيق الموجودة معي بعد كده بقى هنبتدي نضيف الدقيق بقيت الدقيق انا احتاجت اجمالي في الدقيق حوالي كوبيتين من الدقيق ممكن تحتاجي اقل مني او اكتر مني حسب نوع دي اللي انت بتستخدمي خلاص مزجتها كويس طبعا مش بتتعجن هي بتتنزج بس يعني جمع المكونات كده بحيس تبقى ازاي اللي قدامك دلوقتي في الفيديو بعد كده كيس من اكياس التلاجة او اي كيس موجودة عندك او ام يعني اي حاجة بعيدا عن الرخامة يعني اي حاجة عشان ما يلزاش فيها البسكوت ونقدر انطلعوا بمنتهى السهولة قطعة بقى شكل مربع شكل دايرة شكل مشار شار شكل املاس عادي زي ما تحبي انا بصراحة لي كانت متاحة عندي هي القطعة المدورة العادية دي خلاص كده تمام عنجيب بقى عصايت الشيش توق او خلة اسنان اي حاجة كده ونبتدي نعمل بيها الشكل ده هنعمل كل قطعة بنفس الطريقة او صنية مدهونة دهنة من الزيت ونبتدي نرس القطعة فيها قبل تدخيل الفرن في خطوة اختياري حابة اعمليها او ما تعمليها زي ما تحبي بجيب كده شوية صغيرين من حوالي معلقة كبيرة من الحليب ونص معلقة صغيرة من السكر ومقلبهم في بعض وابتدي ادهن بيهم الوش وادخلها الفرن سبق تسخينة على درجة حرامية وتبانين في الرفة الاوسط هياخد اقل من 10 دقائق خلاص بقى جاهزة عندي طبعا مش دي كمية كلها والصانية اللي كنت عاملها قدامك برضو مش هي الكمية كلها عملت حوالي صانيتين من الصانية اللي كانت قدامك من شوية بس انا عايز اقولك انه هم قرمش جدا طعموا طحفة جدا والسلام عليكم